أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح 22 قسما للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات لجميع المحافظات كلال النصف الأول من العام الحالية جاء ذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين الخدمة الطبية المقدمة من العلاج الطبيعي للمرضى بمختلف المحافظات وقالت وزارة الصحة أن أقسام العلاج الطبيعي التي تم افتتاحها شملت محافظات سوهاج والقهرة وبني سويف ومطروح والغربية والقليوبية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ من بينهم وحدتان للعلاج الطبيعي مخصصتان لذوي الاحتياجات الخاصة في سوهاج